عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا المشاهدين والشباب في كل مكان أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم العناية المركزة أحببنا الشباب في كل مكان النهاردة بإذن الله تبارك وتعالي هنكمل الموضوع اللي بدأناه في الحلقة الماضية وهو حسن الخلق والنهاردة بإذن الله تبارك وتعالي هنركز كلامنا عن توقير العلماء ولكن قبل ما نبدأ في الكلام عن توقير العلماء وهذا الخلق الذي اندثر في أيامنا هذه ولم نرى له أي مثلا وقائع على الأرض الواقع ولكن الأول في بداية تعالي نتعرف على حكمة النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن أخلاق النبي السلام حكمته وصلواته ربي وسلامه عليه حينما بعد غزبت حنين لما النبي صلى الله عليه الغنائم فأعطى قريش ولم يعطي الأنصار فواجد الأنصار في أنفسهم شيئا إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قريش ويعطينا شحنة يا رسول الله فواجدوا في أنفسهم شيئا فأحد الصحابة ذهب إلى الله وسلم وأخبره بما حدث فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار وقال لهم يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله يا معشر الأنصار والله لو شئتم لكلتم فصدقتم لو شئتم لكلتم جئتنا طريضا فآويناك وفقيرا فأغنيناك ومخزولا فنصرناك يا معشر الأنصار أترضون أن يذهب الناس بالشات والبعير وتذهبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذ بالأنصار يبكون ويقولون رضينا بالله ربا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم قسما ومغنما هنا يتبين حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وهي دي من دمن الأخلاق اللي احنا محتاجينها لابد أن تتعامل مع غيرك حتى مخالفيك بكل حكمة بكل أدب بكل تواضع بحيث لا تسيء لمن خالفك توقير العلماء أحبة القوم من بين الأخلاق أيضا التي انتصرت في أيامنا هذه النهي الصلم يقول ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه اسمه الحديث الثاني الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعطي لعالمنا حقه للأسف انتشر بين كثير من الناس الآن وبين كثير من الشاب وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك التطاول على العلماء سبحان الله وأنا أتعجب الشاب اللي بتطاول على العلماء ما الذي عنده من العلم حتى يتطاول على أسياده ومشيخه وعلمائه ما الذي عنده من العلم حتى يتطاول على العلماء يظن نفسه أنه بمجرد حفظه للكرآن خلاص بلغ زروة العلم يا أخي وما أتيت من العلم إلا قليلا يا أخي يقول الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علم أدعو الله سبحانه وتعالى أن يعلمك ما ينفعك وأن ينفعك بما علمك وأن يزدك علم أدعو الله سبحانه وتعالى وقل ربي زدني علم وعليك بالتواضع أما أن نرى الآن تطاول على العلماء وتطاول على المشايخ الأجلاء الذين علموا الدنيا كيف يكون النجاح وكيف يكون الأدب وكيف يكون التواضع والله هذا الأمر ينذر بكارثة خطيرة قد تحدث في المستقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم العلماء يا شباب ورثت الأنبياء قيل يا رسول الله ما حسن الخلق فقرأ قول الحق سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ثم قال بعدها هو أن تصل من قطعك وتعتي من حرمك وتعفو عن من ظلمك ولما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنه عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه الكرآن يرضى برضاه ويسخد بسخته ويمر سيدنا عيسى على كوم من اليهود فيقولون عليه شرا فيرد عليهم خيرا هم يقولون شرا فيرد عليهم خيرا فقيل يا نبي الله هم يقولون شرا وأنت تقول خيرا فقال كل ينفق مما عنده وينشد الشافعي قائلا إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فرجت عنه وإن خليته كمدن يموت حسن الخلق يا شباب هو الذي يجعلك تتخلى عن مقعدك في الحافلة من أجل رجل مسن أو فتاه أو معاق حسن الخلق هو الذي يجعلك تنحني لتقبل يد والديك اعترافا منك بفضلهما حسن الخلق هو الذي يجعلك تحمل متاع غيرك عندما تراه عاجزا عن حمله حسن الخلق هو الذي يجعلك تكر معلمك توكر معلمك وتجل معلمك وتحترم أستاذك اعترافا منك بأنه يحترق لينير لك الطريق طريق العلم حسن الخلق هو الذي يجعلك تحنو على الصغير وتوكر الكبير وتساعد ذا الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة خلي بالك إن الملائكة حتى النملة في جهرها وحتى الحوت في بطن البحر ليصلون على معلم الناس الخير لابد أن نجل ونقرأ العلماء شوف قد إيه الإمام الشافعي كان بيحترم شيخه وأستاذ الإمام مالك الإمام الشافعي كان يعني يستحي أن يقلب الصفحات يقلبها بكل رفق وبكل بطء حتى لا يسمع الإمام مالك يعني تقلب الصفحات احتراما مع سيده وأستاذه لدرجة حينما رأى الإمام مالك حدة ذهن الإمام الشافعي وحصافة عقله وقوة إدراكه قال له إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية فلا تطفئه بظلمة المعصية لذي قال الإمام الشافعي شكوت إلى وكية سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي حسن الخلق إذا ذكرنا حسن الخلق لابد أن نتذكر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن حسن الخلق الحبيب المصطفى هو سيد حسن الخلق هو عنوان حسن الخلق لذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم علشان بنت حاتم الطائي كانت من سباية طي عشان كرم أخلاق أبيها عفى عنها جاءت ابنت حاتم الطائي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا محمد إن أردت أن تخلوا عني أن تتركني فإني ابنت سيد قومي أنا لي مكانة في قومي فإني ابنت سيد قومي فإن أبي كان يفك العاني ويشبع الجاء ويطعم الطعام فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن هذه صفات المؤمنين حقا ولو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه خلوا عنها اتركوها لماذا؟ لأن أبيها كان يحب مكارم الأخلاق فما بالك إذا كنت من مكارم الأخلاق وإذا وصفت بمكارم الأخلاق فيحبك النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من توقير العلماء أيضا من حسن الخلق أن توقر العالم يكفينا ويكفينا أن يقول موسى عليه السلام مع المكانة التي أعطاها الله له وأنا اخترتك لنفسي واصطنعتك لنفسي بعد ذلك يقول للخضر ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا هذه هي مكانة العلماء الله عز وجل وضع العلماء في مكانه لا تطاولها الرقاب حين قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن هكذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وقالت أيضا في حديث كان قرآنا يمشي على الأرض عاوز تعرف فعلا حسن خلقك عاوز تعرف أخلاقك عاملا إيه شوف نفسك مع العلماء ترى بتوقر العلماء ولا لا كثير من الشباب نراهم لما يجي مثلا عالم أو شيخ معين في الشارع يسلم عليه دون أن يقبل يده يا أخي تقبل يد هؤلاء العلماء قبل يد هؤلاء المشايخ الأجلاء الذين علموا الدنيا والذين هدى الله على أيديهم الكثير من المسلمين والمسلمات لا مانع أن تقبل أيدي هؤلاء العلماء لابد أن تحترمهم لابد أن تجلهم شوف سيدنا أبو بكر سيدنا علي بن أبو طال في يوم من الأيام حينما ذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يتبدلان سيدنا أبو بكر يقول تقدم يا علي وسيدنا عليه يقول تقدم يا أبو بكر إلى أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بأيديهما ودخل معا أيضا يعني يتبين لنا توقير العلماء الصحابة مع بعضهم كل صحابة كان بينظر إلى أخي الصحابة أنه أعلم منه وأنه شيخه وأنه أستاذه وكان يتعلم منه وكان يجلس ليتعلم على يديه مثل ما حدث مع سيدنا عبد الله بن عباس وزيد بن سابد كما سنروي بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة التواضف الحلقة القادمة ولكن نود أن نقول لابد أن نجل علماءنا لابد أن نوكر علماءنا أخي المسلم لو أنت قدحت في عالم لو أنت سبت في عالم لو أنت أسأت العالم هتقول إيه ربك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يجي يسألك أنت أسأت العالم ده ليه ما حجدك أمام الله سبحانه وتعالى لأسأت كما سيقتص منك هذا العالم هذا الشيخ سيقتص منك يوم القيامة هتسأل ماذا ستجيب لربك ماذا أعددت للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى وقروا علماءكم فالله الله في توقير علماء الله الله في توقير المشايخ الأجلاء الدين الخالص يدعونا للخلق الطيب وينادي هيا هيا يا أبنائي هيا نمشي خلف الهادي يا كل العالم يا بشر يا دنيا أين الإخلاص دقت بالقلب مداركه ذهبت بالإضلال الناس يا كل العالم يا بشر يا دنيا أين الإخلاص دقت بالقلب مداركه ذهبت بالإضلال الناس يا أمة أحمد صبركم بالصبر تطيب القلوب أخلاق الدنيا في الدين من وحي قال المحبوب يا أمة أحمد صبركم بالصبر تطيب القلوب أخلاق الدنيا في الدين من وحي قال المحبوب أدب في العلم وفي الخلق يا أحمد جل الخلاق لو كل العالم ينهانا فستمدح فيه الأخلاق أدب في العلم وفي الخلق يا أحمد جل الخلاق لو كل العالم ينهانا فستمدح فيه الأخلاق لا بد أن نحسن أخلاقنا لا بد أن نعود للأخلاق الحسنة لا بد أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن نحول أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة تخلقه بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة إيشة حينما قالت كان خلقه القرآن وكان القرآن يمشي على الأرض أن يتأدب بآداب القرآن يتخلق بأخلاق القرآن وسبحان الله نجد الشباب حتى ممن يحفظون كلام الله سبحانه وتعالى يعني لا يتخلقون بأخلاق الكرآن سبحان الله كيف تقرأ الكرآن الذي يحس في جميع آياته والكثير من آياته على حسن الخلق وأنت لا تتخلق بآداب الكرآن ولا تتخلق بآداب حامل الكرآن ولا تتخلق بآدابه أخلاق النبي العدنان صلى الله عليه وسلم وقروا علماءكم أيضا من بين الأخلاق التي اندثرت أيضا ألا وهو خلق التواضع وده اللي احنا هنتكلم عليه بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة المقبلة أننا محتاجين يا شباب نحسن أخلاقنا محتاجين نرجع لربنا سبحانه وتعالى الخلق يمن ما وجدت شيئا أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق والله أخلاقك هي اللي بتحدد شخصيتك فعلا عاوز تثبت نفسك أمام الناس عاوز تثبت نفسك أمام المسلمين عليك بحسن الخلق تخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع مخالفه حتى مع المشركين كان يتعامل معهم بكل ودن وبكل أدب حتى قال لأبي سفيان يعني تعامل حتى مع مخالفه من أبي سفيان بعدما أسلم أبي سفيان قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن هكذا كان خلقه صلوات ربي وسلامه عليه كان خلقه القرآن فلتكن أنت أخي المسلم قرآنا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض أحبكم في الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عناية الرحمن للإيمان تهدين وتشرح الصدر للتقوى وتروين عناية الله للإنسان تسعده تشفي القلوب من الأمراض تحمينا